أما بعد أيها الأخوة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وَلِنَرَى تَقَلُّبَ وَجْهُكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَقْرًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ وَحَيْثِ مَا كُنْتُمْ فَوَدُّوا مُّذُوهَكُ شَقًا إن الصلاة وهي إماد الدين أُلِضَت في مكة المكرمة في السنة الثالثة عشر في البعثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها لأرجح الأقوال أنه يستقبل بصلاته الكعبة المشرة أي يستقبل قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم فرض الله تبارك وتعالى على نبيه الهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر إلى المدينة وأمره الله تبارك وتعالى بأن يستقبل بيت المقدس يرى البعض أن الله تبارك وتعالى خير رسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستقبل مكة أو يستقبل بيت المقدس بيت المقدس فاختار استقبال بيت المقدس تأليفاً لليهوب وتطييباً لخاطرهم وإعطاء للفرصة لهم ولكن اليهوب كما تعلموا دائماً شأنهم الكفر والعناد والنفير فلم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يرعوا عما هم عليه وعما هم فيه من العناد والكفر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستقبل بيت المقدس وهو في المدينة المنورة يقلب نظره جهة السماء انتظاراً للوحي من الله تبارك وتعالى لأن يحوله إلى قبلة أبيه إبراهيم إلى المسجد الحرام إلى القبلة التي كان عليها قبل الهجر فصلى على رأي ستة عشر شهراً وعلى رأي آخر سبعة عشر شهراً وهو الأرجح وعليه أكثر العلماء أنه صلى كما قال ابن عمر رضي الله عنه وكما قال البراء ابن عازي أنه صلى سبعة عشر شهراً في المدينة يستقبل بيت المقدس ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترقاها أي فلنودهنك القبلة التي تتمنى الصلاة عليها أو الصلاة إليها وهي الكعبة المشرفة وهي قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام فصدرت الأوامر من الحق تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام ابتده ناحية الكعبة ابتده ناحية المسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجهكم شطر ولوا وجهكم جهة البيت الحرام جهة المسجد الحرام جهة الكعبة المشرفة فكانت هي قبلة المسلمين ذكر المحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام من تمام في المدينة ثم حوله الله تبارك وتعالى من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكان ذلك يصادف يوم الخامس عشر من شهر شعبان وهو الشهر الذي نحن فيه وكان ذلك اليوم يوم جلال ذات فحول الله تبارك وتعالى المسلمين ذكر المحدثون أن التحويل وقع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر صلى ركعتين أي في ركوع الركعة الثانية فتحول إلى الكعبة وهم ركوع مع أصحابه فمنتشر الخبر في المدينة والبعض يقولون أن ذلك تم جرسل الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني زيبة المعروف اليوم بمسجد القبلتين وعلى كله فإن كثيرا من الصحابة ذكروا أن الخبر بلغهم في صلاة العصر أما في قباءة فلن يبنوهم الخبر إلا في صلاة الصبع من اليوم التالي فتعوذل المسلمون كلما بلغهم الخبر تعوذل إلى القبلة التي رديها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبناء قدروا محبة الصحابة لاتباع رسول الله وانظروا اهتمام الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بلغهم وخبرهم في الصلاة بأن القبلة تخولك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة بصلاةه لم ينتظروا شهادة وينتظروا تأكيدا بل امتسموا الأمرا فتحولوا بأجماعهم إلى الآن هذا هو داب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن يكون هو داب المؤمنين حيث ما كانوا وكيف ما كانوا كلما وقفوا وقفوا على سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتمسك بها وأن يلتسوا أمر الله فيها هذه هي طاعدة الإيمان وهذا هو الإيمان الصحيح هكذا تحولت القبلة في يوم الخامس عشر من شعبان بعد سبعة عشر شهر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة والتي تمت في شهر البيع الأول في سنة عشر منه أيها الأمر هذا نختبر الله تبارك وتعالى بتحويل هذه الإيمان إيمان الصحابة وفضح اليهود وفضح المنافقون فضح اليهود وفضح المنافقين في المدينة عندما تعودك القبلة كان شأن كما قال الله تبارك وتعالى سيقوم الصفهات من الناس ما ولهم عن قبلته التي كانوا عليهم سماهم الله صفهات لأن استفيد هو الأفل العقل ضعيف العقل ضعيف الرأي والمنافق لضعف عقله وضعف رأيه أصبح مترددا أصبح سلميا أمام دعوة الإيمان أمام دعوة التوحيد فلن ينكذب ولن يتمثل بأصل إلى سنة بل تردل بين الحق والباطئ فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أما اليوم وأنتم تعلمون أن القرآن أوضح ويكفي أنهم لعنوا حتى على ألف نحن أنبيان المرسلين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى من مريم ويكفي أن الله تبارك وتعالى أجاب دعوة المؤمنين ونجاهم من مصيرها إلى الكفار عندما أمرهم لطلب الهداية فطلبوا وجعوا إلى طلب هداية تحميهم مما ربع فيه النصارى والنصارى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوم عليهم وهم يموت ويبطارتين من مصارى أيها الناس أيها الناس إن الله تبارك وتعالى إذا تراد بعبد خيرا أحبا وإذا تحبا عبدا من عباده ألقى محبته في قلوب العباد فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحده الله وألقى محبته في قلوب عباده فلذلك قامت محبته مثل الجبل الشاب في قلوب المؤمنين مع كثرة المعالجين والمعالجين فالمستهزئون في مكة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيخه والمنافكون في المدينة لم يستطيعوا أن يعملوا شيخه واليهود والمصارى على مر المصور يقاومون الإسلام ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدون على دينه فلم يستطيعوا أن يعملوا شيخه بل بقية الله وحده المعبود في قلوب المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبود الأعظم في قلوبه هكذا سنة الله تبارك وتعالى سنة الله مع حد الله تبارك وتعالى إذا أحبك خلق ونسب إليك وإذا سخب عبدا خلق ونسب إليك هذا من فضلي وهذا من عقله في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن عبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعد وإذا سخط على عبد أثني عليه بسبعة أصناف من الشكل لم يعد وهذا فضل فلذلك يجب علينا أن تبنى بفعل الخير وأن ننتم إلى جناد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تشهد في التمسك بالسنة وقتها تخصر أهل الكلفين وقتها يتقبل من الله تبارك وتعالى جاهل عباد الله إن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الأمور يقول الله تبارك وتعالى من أعظم الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الله بارك وتعالى من أعظم الله ومن أعظم الله ومن أعظم الله من أعظم الله ومن 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 أعظم الله والقوانيس ويضيئون أماكن الصلاة ومعالب كل هذا فيها لم يقفين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك المسلم عليه أن يبتزل أمر الله وإنتنه نهي الله العام في إحيان الليل في الزكر في العباد في الصلاة فكان المسلمون الأوائل يحيون هذه الليلة بنوافل الخير بتلاوة القرآن لأنها الليلة التي فيها يفرغ كل أمر حكيم ما يهتمون بها والبعض يقولون أن ذلك في يوم السابع والعشرين من الرجل كل هذا والد الحديثة ليس فيها شيء يصنع أساسا يعتمد عليه لبناء عقيدة سابقه ولكنه معبول على حسن الظلم هذه الليلة كلها فضل كلها خير فالمسلم يجب عليه أن يحييها يحيي هذه الليلة بعمل الخير وبفعل الخير بالصدقات ويتقربون في مثل هذا النهار إلا الله تبارك وتعالى يصنعون في مثل هذا اليوم صيام دافلس يتقربون به إلا الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله تبارك وتعالى من نوافق خير أمر له منزلته في الإسلام الفرائد أمره فرده الله تبارك وتعالى أما نوافق خير فهي علامة محبتك لله وهي علامة تعظيمك لشعاعك لله ومن يعظم شعاعك لله فإنها من تقوى أي أن الذي نور الله قلبه بنور التقوى هو الذي على نوافل الخير يقوى أما من لم ينفق قلبه بنور التقوى فلا يستطيع فعل نوافق الخير ولا يحبيها مع أن ناقص الفرائد يوم القيامة يتقنه الله تبارك وتعالى في نوافق الخير أخرج المكان في صحيحه عن نبي هريرة رمي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يميه عن ربي عز وجل إن الله عز وجل يقول من عالى لي وليا فبتا ذنته بالحق وما تقرب إلي عابدي بشيء تحق إلي من مفترضته وعليه ولا يزال عابدي يتقرب إلي من نوافق حتى يحبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصعه الذي يبسر به ويده الذي يمتش بها ويده الذي يمشي بها ولا إن استعزني له عزلنا إلى آخر الحديث في هذا الحديث يوضح الحق تبارك وتعالى أن العبد لا يزال يتقرب من الله تبارك وتعالى من نوافق الخير حتى يحب الله ومحبة الله أمر عظيم محبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم لأن المحب هو ذلك الذي ينفو الله تبارك وتعالى عنه السيئات ويُعني له الدرجات ويُكر له الحسنات ولا يُصف له ميزان لا في السؤال ولا في غيره يدخل جنة الله بغير ميزان هذا هو عندما سحبت له أنه أبناء الله وأحبائه قال ربلا عليه وإن فلما يبغي أن تحب ذنوبه لأن الله تبارك وتعالى ويُعني أبناء الله أحبائه